موسيقى سيبراس الجميع المغربية للمختبارات والتجارب المراقبة درت واحد الزيارة للمنطقة الحوز أشيح وجل وقفتو فيها في هذه الزيارة بدلنا واحد الزيارة بشينا سيدي من المراكش من المراكش اللي تحنوت تحنوت أسني مولا إبراهيم وطلعنا الأمزميز طريقة صعيبة يا أخي كتير صعيبة صعيبة بزاف وفيها تشققات فيها انزلاقات تربة من اللي وصلنا الأمزميز بعد ثلاثة تسواع لأننا خدنا الطريقة الصعيبة وصلنا الأمزميز بشينا عند الناس وزرنا واحد المتضررين وشنا بأنه كان تحطم بنايات بنايات اللي قاع بالخارسنة المسلحة وطيحة من اللي تحققنا ودرنا الدراسة دينا وليزان فسيقاتنا تبين بينا كين ديور اللي تدمت بسبب نزلاق تربة وبسبب نعدم قانون المضاد المقاومة لزالزيل ودخلنا عند الناس وواسيناهم اللي عندهم الدر ديالهم مزيانة رحنا نصحنا باش يدخل الدر ديالهم والناس اللي ما عندهمش للدر ديالهم مهددارهم في الخيام عشان الأسباب اللي خلطت الخسائر الكثيرة في الأرواح وأيضا الخسائر على المستوى لهدمت على المنازل أنا اللي تباليه بأن اللي ما لاحظت فمزي وهو المواطن ممقطرش مكش تقطير وكلو لو طبقنا عيد القليل من قانون المضاد الزلزيل والقانون ديال البناء في صدر تصاميم الخرسانة وفي جودة المواد البناء مكش يقع قاعد الكواريت فمزي أنا تشوف بأنه كين الغياب العدام العدام تقطير تقني للمواطنين ماذا نحن نتجنب وقوع بحالة الكواريس وهذه الحجم الخسائر لا على المستوى الأرواح ولا على المستوى المادي لتجنب حدود مهيارات من بعد خاص حضور للحضور للإستشارة التقنية خاص حضور للهندسة الوطنية خاص الحضور لتطبيق القانون المضاد الزلزيل هنا هنا يمكن أن يكونوا مشكلاته لا يمكنك للإستشارة وعندما يحسن للمشاكلات الناس وطبيقات القانون المحتوى في المواد ويوجد المواد في الأيوة في الياجر والحضور والحضور ومصمرون بصدرهم وقالوا عن المغربية المغربية يقع فيها زنزال في أفين وربعة ولكننا نقول أن هذه الخيطة ضرورية بمراعات القانون الزلزيل ضرورية ولكننا وقفنا على حجم الكاريس هذه ماذا نستفيد من الدرس الحسيمة؟ ما الذي نستفيد منه هو فك العزلة عن العالم الجبالي وعالم القرار فك العزلة والحضور للهندسة الوطنية في جميع الأماكن تقليم المهندس قليل كي الأرض اللي غان نبليعها وكي الأرض مغاديشة سنكون صارم في تقرارات ديالي والدار اللي تحترم القوانين والدار اللي ما تحترم القوانين سنكون صارم في اتخاذ القرار المنبرغ اللي خصصوا بالحكومة لدي الناس 8 مليون ف 14 مليون بالنسبة للناس اللي رابط لهم الدار وش كافي بأن الناس يبنيون الدار بعد 14 مليون؟ والدار ديال اير بليس اا الدار ديال طبقه وحده تقدر توصل الصول كاروتمي عندك اير بليس دو اير بليس طروار تتفوت 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 هالتامل والإصلاحات تقدر تكون بدك تمانين ألف درهم ولكن ولكن خاص الحضور ديال طيار التقني خاص الاستشارات التقنية وخاكين الحضور المهندسين خاص يكونوا حضور في ذاك المنطقة خاص نرجعو بها اللي نديرو خاص يكون حضور ضروري للتقيين والمهندسين المغالبة في ذاك المنطقة حدرت على المهندسين دبق أنا كواحد ساكر في أمز ماز ولا في الحوز بالصفاء عاما ولا أي في الدوار اللي تعرضت للهدم غالي مشاعد مهندس مداني باش يدلي البلون ديالك ولكن شكونا وضامن أنني غادي مشاعد مهندس خرسانا اللي هو ضروره ضروري في هذه مسألة تعلبينا وخاص الدولات تهل تهل مأمورية ويكونوا الناس حاضرين لماذا صعب الهندسة الوطنية محاضرات لا في المدينة أمز مز رأم دينا رخص يكونوا يلغولي ديال مراكش ويكونوا يلغا تكون تواصل مع الجابان ويكونوا حضور ديال التقنيين وديال المهندس كيفاش هلاش هندسة المعمارية ولكن أخاص المهندس ديال المكاتب الدراسة توا وخاص المهندس ديال المختبرات هالتران نزلق تربة ران نزلق تربة ممكن يش نبني فيه خاصني ندير إجراءات تقنية ديال الروفورس موديل الصول وديال المسايل كثيرة وكادي مسؤولي سع المواطن المقاولة يعني المقاولة بش غير لزموها بش تحصار مدى المعايير هدي ديال مهندس مداني مهندس خلصانة يعني يجيب لنا شي واحد شي مقاول لي ما عندوش ضمير ويقع لنا بحلد المشاكل أنا اللي لاحتمك مكايش مقاول كان هالعطلاشة التاشرونات اللي خدامي التاشرون تيجيب للي البلان المهندس المعماري تيبدي يبني ورخصنا تصميم ديال الخرسانة وخصنا حضور ديال المختبرات سباش يكون دكش يمتين وحنا قاف استطاعدنا نطروا قاعد المقاولين للتاشرونات نطرهم لجم ما نطرهم ونقررهم كتكو الماني الدور دياله هو هدار الدور دياله نجيبوا نجيبوا ليزادي للتاشرون ونقررهم ومتما في المكان والرنوبيانا ينسير غير الفاسل وداني طاج لزناني طاج ها خصنا نديره وخصنا نديره خصنا نديره كل شي عدنا في هذه البلاد عبالله باليسبال الجمعية ديالكم تومة وش يعني قاعدين تقدروا يضلوا في هذه المسألة على إعداد البناء وإعداد العمار في المنطقة شوف الدولارة يلي دولارة هيلي تتصنف المكاتب المختبرات ومكاتب دراسات راكينا ويزار جيز هيلي خصنا تكون حضرة تماك والمحافظة العقارية ولا بيطة يكونوا حاضرين نستعدين لنعاونهم ونزلين في مراكش نزلين في الحوز نزلين في أمزمينس نزلين في الشيشة وحنا حاضرين كالجمعية لأن نحنا تلآمنوا بأننا قوة البلاد من قوة المجتمع المدني من الجمعية ديالها والنقابة ديالها والأحزاب ديالها نحنا تنقطروا المواطنين ونستطيعين نقدموا الخدمة ديالنا السيبوراس من بين الاقتراحات التي تتم الحديث عنها حاليا هي إحداث قرى نموذجية بحل المناطق في الحوز وش بالنسبة لك القرى النموذجية ستكون فعالة؟ نعم فعالة لأن في القرى النموذجية سيكون تدخل الهندسة الوطنية كلها من المختبر من الزيت الجيوتيك المنطقة مختارة ومختارة لأنها مضادة للزلازل وما في هذه النزلقة التربة سيكون ذلك مزيدا نحنا أكدوا على احتلام القوانين ديال بنا أخريتك الخصوصية المحلية ديال بلشنا الدور في الحوز ليس غير دار وما رافقها مجريبة من المسائل لأنه عالم قراوي وش يتم استحضارها للعامل قانون موضات الزلازل لا يوجد شيء قليل يجب أن تكون ملاسقين وليس ملاسقين هذا في قانون الزلازل وليس يمكن أن تبني على الردم يجب أن تقوم بإجراءات لتنفرسي تدخل الردم يمكن أن يسأل التطبيق دياله يسأل تاف الدور القديمة لا يمكن أن نطبقه يسمعوا قانون موضات الزلازل يعتبروا أن تكاليف كثيرة ما يمكن أن تقول لهذه الناس قانون الزلزال الناس داروا في الدراسات من 80% لا يمكن أن تكون 25% على البناء العادي ولكن يجب أن تكون الزلازل أمن ومستقر نحن الآن في قطب المالي في مدينة الضربيدة هو من أحد الأقطب الكبير على المستوى الوطني ما تحترام القانون الزلازل موضات الزلازل يوجد مستوى الأطب مستوى الأطب مستوى الأطب مستوى الأطب لا ينصر وما تفضل مستوى الأطب كيانه chegouني مولا ديرا مولا مولا سيننفيصي مولا la 7 مره 6 مره دي الخاص خاصلة تي بحالوا بالقطب المالي في باريس بالقطب المالي في نغليز بالقطب المالي في الولايات المتحدة داخشي تكون صارم صارم لملانترفوصيون منلوو الوض شكرا تيبوراس